اشهد فخامة الرئيس معيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلد المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدا انها تمثل ركزة رئيسية لدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك نعم وثمن فخمته الحرص والسعيد دائم لجلالة الملك المعظم من اجل وحدة الصف العربي ودفاع عن القضايا العربية العادلة امام كافة المحافل الاقليمية والدولية ومعربا عن ثقة التامة بنجاح القمة العربية المقبلة التي سوف تصدفها مملكة البحرين جاء ذلك خلال تكريم فخامة رئيس جمهورية جيبوتي للسيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بتقديده وسام السابع والعشرين من يونيو برتبة قائد وهو ارفع وسام تمنحه جمهورية جيبوتي وذلك تقديرا لجهود العسومي البناء في تعزيز العلاقات العربية البرلمانية ودفع الاليات العمل العربية المشترك ترجمة نانسي قنقر